السلام لازومبي سياج خباركم نبت عليكم ستمنى ان شاء الله تكونوا كاملين في احسن الاحوال وانتم تشاهدوا فيديو اليوم اليوم سنطلع عليكم في واحد الفيديو من الصباح ونحاول ان تكون متناوعة تقولون ايمان عليك ان لا تبانيش هانة بنت لكم نغسل سنيناتي نغسل سنيناتي بالنسبة لسافون سياجمني بزاف كثيرا لا نسيجي وجهه الوضع سياجمني راح تزوينه ونحاول كل مرة نشريه بريحة مغيرة راكم عارفين مني كان بدلو سافون ومني كان ندخلو لسال دوبان ونعطي راحة زوينة دائما لا تستعملوش نفس السافون لكي ننف ديال كمي ولي في شعالي وكل مرة تشمو راحة زوينة يحمقني هذا السينيال هذا اللي يخرج جديد يجيني رائع بالنسبة لبغوصة دوني كل مرة نشريه واحدة جديدة اكيد نشريها من البغا ولا نشريها من الفارماسي نغسل سنيناتي بالنسبة لي كيف تشوفوا مسحة بالفوطة عادي كان نغسل سنيناتي وبالنسبة للوجه ديالي كانت تستعمل هذا اليفروشي استعملت بزاف المنتوجات عندي أنين وغم بروبلم لأن البشرة ديالي ناشفة بزاف هذا الوحيد اللي كان حسبيه ما كينشفش ليا وجهي استعملت بزاف البروديو فارماسيوتيك ومالو غوزمونتين نشفو الوجه ديالي نستعمل هذا الابغوصة سيليكون وهذه دائما نقلب عليها ما كنت لديه فنيكيشة أو النوتة صغيرة تقلده إذا عندكم بنيتة صغيرة يقلده كيف يقلبون لكم على حاجتكم يستعملوهم الضراجات نحصل بانتداء البرفين تهزز و ترشع المهيف بالنسبة للوجه نصيحة نصيحة بالنسبة للبروديو استعملوا البروديو التي لا ترتاحوا فيها على حسب نوعية البشرة أكيد نصيحكم استعملوا البروديو فارماسيوتيك والبيو بالنسبة للوجه دائما ننصيحه و نعودها و نكررها تمسحها بكل يونيكس لأن الفوتا تكون جديدة وتمسح الجاراتيم وتجمع وتجمع الجاراتيم هذا الطاولة عادية سوف نفطر و نأخذ قياسي جاهدين لكم تمر سوف نأخذ ملوية و ملوية و ملوية و ملوية و ملوية و نفطر و هم أفطر سوف نأخذ هنا سوف نأخذ ملوية و أول شيء سوف نبدل لهم الغيدو و سوف نبدل لهم الفراش كيف نقول لكم دائما سوف نبدل لهم الفراش و ندرت لهم هذا الغيدو غوز الذي كان لديه في العشام بغير أن بقيته عقلي و ندرت لهم هذا الغيدو كان بصراحة جيدا ولكن يحجب دخول الضوء يعني مضلمة أنا أريد أن أخذ هذا الغيدو الذي يجعله الضوء يدخل بالزفق و يكونوا يبينه غرفة الأطفال و غرفة النوم و الأسانسيال أنه من يتبوز بحيجاتكم سوف يتبوز و لا تبوز أن تبوز مع ذلك كنبغي دائما أنهم يكونوا حتى في السالون كنبغي هذه النوعية التي تجعله يدخل كثيرا و أخذ تكون كاتبيا و أرجعه أبقى كثيرا هذه أنها هي الأيكايا يدخل بشكل و أخذ يدخل و أخذ 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 . . أريد أن أضحك معكم من جهة البسط هنا كل مرة أضعهم في الجوة هنا لا تزالوا خاصة أمام خاصة أمام لنجمعهم في الجوة خصوصا مراناني في أغسق أو يوجدهم في الجوة لا يوجد بلاستهم في الجوة فقط لذلك نقول لكم الزجاج الموجود في القنط هناك عامرة جميع الأشياء لخاصة أمام هنا دائما كان هوي نحل الشراج ممكن أن يجعل الريح يبقى يمشي ويجي منسي قدامي واحد شانسي ويجعل الغبرة دائما كان نحل الشراج مزاف وكان عندي الدار فيها الكوراندير من أكثر الحاجات التي تعجبني في الدار هي في الكوراندير لذلك الدنية كانت تهوى كثيرا وإن شاء الله سأحاول لكم فيديو جديدة كنت سبق لي ودرتها لكم ما هي الأخطاء التي لا تقع فيها فشروا الدار وكنت أحاول لكم على الأخطاء في الدار الأولى سأحاول لكم فيديو أحد أخرى سأتضار فيها وليس كثيرا من الأخطاء التي تقعنا فيها سأحاول أن أخطأ معكم أحاول أن أخطأ معكم بالنسبة لهذا البرودوية ما زال كانت تستعملوا وهو الذي قمت هنا ضغطة الكاميرا هذا هو البرودوية التي تستعملوا لكي نرشع الريدويات الوزدكوات كان نقصيني الكثير لكي نتقطع لها الغبيبات و بعد ذلك لا تقوم بتخمر الخبز كما تقوم بها لا تقوم بتخمر الخبز لا تقوم بها لا تقوم بتخمر الخبز لا تقوم بها هنا نريد أن أخطأ الماء وميلا بمتاح نضيف مصراته نضيف مصراته لم يكن أعطيه لأنه يكون مصراته لأنه يكون مصراته من المصرات هذه القهوة التي نشري دائما والرباح الوحيد أعطوني معها هذا ونخرج من روتينات ونضيف من الروتينات ونضيف من السيدات سوف نضيف مصراته لأنه يكون مصراته رائعة ونضيف مصراته ونحن نستطيع الوقت لكن من بعد نقل لكم ما هي المشكلة على بركتي الله بالنسبة للمقادر كيف تفقد لكم سهلة بسيطة بالنسبة لي الزبدة لم أعبرتها لديها الميزة التي يتعبني بلق غام ونحن نجبده لذلك الزبدة في المبلاجة يكونوا 50-50-50 غرام لذلك أخذت 150 غرام لديها ثلاثة البيضة 140 غرام الزبدة نضيفها لديها 150 غرام خمارة واحدة سكر فانية 50 ميلي لتر الحليب ونحن نضيفها الزبدة الزبدة لنضيفها لنضيفها الزبدة لنضيفها الزبدة لأن الزبدة الزبدة لنضيفها بإمكاننا لديها والله المهم نحن نحرك الزبدة مع قليل وم��� ونضيفها لعنبي لقد احضرت هذا الخطر لقد امزت في حقوق الخطر فلقد امزت حسن فهذا فلقد امزت لنضيفها فهذا كبيراً مع سُكروفانيتي ورقا باركة اُزد قليلة كبيراً إزماني لأن كانت هذه الياسة أرادية في الترينيات ولكنها تتعبت بصيطة لقد توانيت معي علي الملح و continuations قريباً بجيش قريباً لذلك قريباً الاشتصد ولكن سبحان الله القرفة كانت في الحلويات والفلوكاك والاحتف كبكاك كانت تحيد القساوة السانيدة قساوة الحلاوات السانيدة تحيدها القرفة ثم نزيد الزبدة التي نكون دوبنا ونجعلها ترجع قليلا نزيد الكمية الحليب 50 ملليلت يمكنكم تعبرها ببيران ونزيد الزبدة الزبدة بالنسبة ل الحامضة ونزيد الزبدة ونزيد الزبدة ثم نضيف ملوكا ونزيد الكمية الماء ، سوف نحرك بموضة ماء نضيف الماء لكبكيك فلتخل الماء في الموتاق و دخلها للثلاجة و دخلها في المول و دخلها الساعة لأنه في الحرارة لا تكون خارجة من الثلاجة باردة بثافة باردة يجب أن تكون سخنته من قبل فوق أو لتحت ودخلها تحت 180 درجة هذا الفرق بين الحرارتين يجب أن تكون من فوقها ومهوية يجب أن تكون لدي الوقت سوف نضيفها في الأمول السيليكون الذي أخذته من بي مؤخراً سوف نعمر القياس كاملة لا تكترون هنا في السيف أبداً قبلها سوف نقابل مع القياس حاولة لا تعمر كل شيء سوف ندخلها لأدخلها تبرد حتى تبرد لأدي الأوقت سوف نقابلها في المقبل نشعلها من تحت 180 درجة ونشعلها بالفوق اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة